بيان لا ينزع فتل الأزمة ولا يلزم إثيوبيا بأي إجراء يمنع الإضرار بمصالح كل من مصر والسودان هكذا وصف أكاديميون وخبراء سياسيون البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي وزير الرئي المصري الأسبق محمد نصر علام أكد أن بيان مجلس الأمن يفتقد الكثير من قواعد حل المشكلات الدولية كما أن سياغته لم تتضمن أي أجراء زمني للحل ولم ترفض أو تشجب أي تصرفات منفردة من أي الأطراف تضرب مصالح الأطراف الأخرى وإنما جاء البيان بسياغة فطفاضة دون رغبة حقيقية لحل الأزمة وبحسب خبراء وأكاديميين فإن مجلس الأمن الدولي لا يريد أن يكون تدخله بملف السد سابقة يمكن الاستناد إليها لاحقا بفتح الباب أمام مشكلات مياه الأنهار في مناطق أخرى من العالم وبالتالي يرى المجلس نفسه ليس الجهة المختصة لحل مثل هذه النزاعات وبالنظر إلى عدم إقرار المجلس لمشروع القرار الذي تقدمت به تونس بصفتها ممثلا للمجموعة العربية في مجلس الأمن فإن ذلك يعني في رأي محلليين انحيازا واضحا للموقف الإثيوبي من جانب الدول دائمة العضوية في المجلس وفشلا عربيا في إقناع هذه الدول بعدالة وصحة الموقف المصري والسوداني بشأن قضية السد من هنا فإن البيان الدولي لا يمثل إلا دفعة جديدة تراها إثيوبيا غير ملزمة لها لاستئناف المفاوضات التي تمضي منذ سنوات في دائرة مفرغة بينما العمل يجري في استكمال مراحل بناء وملء السد ما ينذر بوصول القضية إلى طريق مزدود ربما يفجر الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا